لو محتاج تعرف ايه فايدة مدد الفيديو للقناة بتاعتك سواء مفاعل ربح او مش مفاعل ربح اسمع وافهم لو انت مش مفاعل ربح خليك دايما عايز تعمل فيديوهات عشر دقيق فيما فوق ليه لاني دي هتفيدك جدا في اكتر من حاجة منها انك بعد ما تحقق ربح هتقدر تضيب فواصل كتير جدا الاكتر استفادة بقى وهي الساعات انك هتعرف تجيب ساعات كتير جدا وده الحاجة الحلوة ليك انت في الشرط التاني محتاج تجيب اربع تلاف ساعة فاربع تلاف ساعة محتاج يجون عندك عقناة ساعات كتير والساعات كتير مش هتبقى غير بفيديوهات كتير وفيديوهات مدتها طويلة علشان كده بطلب من حضرك لو حضرك هتشتغل على اي فيديو وحتعمل اي حاجة وانت مش فاعل ربح حاول يكون الفيديوهات بتاعتك طويلة ليه لان دي اللي بتجيب الساعات ودي اللي بتتوفر عليك مجهود جبار ومشاهدات كبارة لو شفت المتواحد بابجي كانت محققق ربح وهي خمس تلاف زيارة انا محتاج حضرتك تحقق ربح بطريقة يكون عندك فيديوهات كتير جدا الناس اللي داخل تتفرج عليها على قال يجيب لك في اليوم فيما اتناشر تلاتاشر ساعة في اليوم لو انت ما بتشغلش باي طريقة من طرق اللي تكلمنا عليها طيب لو انت انفع الربح ايه اللي محتاج تعمله لو انت انفع الربح الفيديوهات اللي اربع دقائق بتجيب ربح التلات دقائق بتجيب ربح الدقائتين بتجيب ربح الدقيقة بتجيب ربح التمن دقائق بتجيب ربح كل الفيديوهات بتجيب ربح بس ايه الفرق بقى ان الاربع دقائق بيجيب لك ارباح وارباح حلوة كمان والتمن دقائق برضو بيجيب لك ارباح وارباح حلوة كمان بس في حاجة اسمها الفواصل الفواصل اللي في النص الفواصل اللي في النص دي بتبقى بتزيد معدل ظهور الاعلان وطول ما زال معدل ظهور الاعلان عندك الفيديوهات القصيرة او شغالال عليها او معتمد عليها انا باقولك بلاش تشتغل فيديوهات قصيرة لو انت مفاعل قناتك. وهواضح لك في فيديو خاص لها لما تشتغلت في فيديوهات قصيرة و وانت مفاعل قناتك. وهوفر على حدلك حاجات كتير جدا علشان تكون فاهمها واخد بالك منها. تعال اتكلم في الفيديوهات ال 4 دقايق وال 8 دقايق ونشوف الارباح بتاعتها. وهل الموضوع ده بيفرق جدا في الارباح ولا لا وهل انا ممكن انازل فيديو 7 دقايق او 7 دقايق وانا مكمله 8 دقايق بص الموضوع ده مش لاج مش اجبالي عليك انك تعمل في 8 دقايق يعني مش لازم ضروري وحرفيا ان انا اعمل فيديو 8 دقايق ليه؟ لان بصورة واضحة وصريحة الناس بقت فهمة محتاجة الشخص بيتكلم دغري بيتكلم بسرعة بيوجه المعلومة بطلاقة من غير السلام عليكم ورحمة الله والوقت ده كله الناس بقت بتجريه وده بيدمر الفيديو بتاعك ولو دمر فيديو بتاعك حيدمر اقتراحاته وحيطلع لك عائل صغير اقل منك بتكلم بسرعة وبيقول كل حاجة بسرعة يطلع فوقك ليه؟ لانه ما بيلدت شوي عجل فعلشان كده محتاجة اوضح لك حاجة صغيرة الارباح بتيجي على كل الفيديوهات تعالى الاحصائيات ومن الاحصائيات هتطلع على المزيد تعالى وبص معايا وشوف مثلا فيديو زي ده فيديو زي ده اربع دقايق لو جينا بصينا على الاحصائيات بتاعته وشوفنا الاحصائيات بتاعته هلاقي انه جاب من اربعة وعشرين الف زيارة خمسة وعشرين دولار بمعدل دولار على كل الف زيارة معنى كده ان الفيديوهات الصغيرة الاقل من تمن داقى بتجيب ارباح تعالى نشوف فيديو زيه مثلا مماثل جاب نفس المشاهدات او اقل مثلا تعالى بس اكتر من تمن دقايق ونفهم مثلا تعالى كده حد الاطلاع على المزيد تاني ثواني وبعد كده انزل حد فيديو عشرين الف مثلا تعالى نشوف عشرين الف ده كان خمستاشر دقيقة تعالى نشوف الاحصائيات بتاعته جايب واحد وعشرين دولار واثناشر الف زيارة معنى كده انه جاب ضعف الدولارات لو جاب اربعة وعشرين دولار حيجيب ضعف الارباح بتاعتك فحيبدأ يكون متفوق على الفيديو اللي اربع دقايق هل معنى كده انه الفيديوهات التمن دقايق حلوة؟ اكيد حلوة بس لو مدتها التمن دقايق كاملين حشو معلومات مش بتتكلم وخلاص ما بتقولش كلام علشان تبدأ تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللي ما اشتركش في القناة يشتري في القناة اللي ما اعملش لايك يعمل لايك وتقعد في المقدمة بتاعتك او الانترو بتاعك دي او اربعين ثانية دي او خمسين ثانية الناس مش محتاجة الموضوع ده اطلاقا الموضوع ده بقى مستفز لبعض البشر الموضوع بقى اوفر فعشان كده محتاجة اوضح لك لو انت بتشتغل ولسه بدأ قناة على اليوتيوب ادخل في الموضوع على طول هتوفر عليك حاجات كتير جدا هتريحك من قصص كتير جدا حتى هتريحك من قصة الانترو وان تعمل انترو وتعمل هتريحك في اكتر من حاجة انا باعتمد في المتوحد فكرة على النظام ده ان انا بتكلم معاك على طول من غير مقولك هتنре من انا وبينك السلام عليكم وتعالي yo لك لكن في فيديو بيقدم معلومة محتاجة وضحها الناس انا مش محتاجة ان انا اتكلم لك ربع ساعة في الاول او نص ساعة في الاول او تلاتين دقيقة في الاول ليه انا محتاجة وضح لك الموضوع للطول علشان كده محتاجة وضح لك كل حاجة بالتفصيل قدام حضرتك ووريك الفرق بين الفيديو 至 4 دقايق و3 دقايق المصيبة السودة على الفيديوهات المفعلة ربح هي الفيديوهات القصيرة علشان كده نصيحة من المتوحف فكرة لكل القنوات اللي شغالة ومفعلة ربح ابعد عن الفيديوهات القصيرة إلى أن تت 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 انتظروا الفيديو القادم علشان حيكون في توضيح كامل على الفيديوهات القصيرة بالنسبة للأرباح ليه؟ لأن هي ضمار شامل وحوضح لك شكرا لجميع حبيت اوضح لك كل حاجة بالترتيب والتفصيل قدام حضرتك بالنسبة للفيديوهات الاربع دقائق والخمس دقائق والثمان دقائق وتأكد ان الثمان دقائق بتحط فيها فواصل من جوة علشان تبدأ تحط فواصل حاول تحط فواصل كتير جدا بسيبك من الناس اللي بقولك حط فواصل او اثنين حاجات دي مش بسيبك منها علشان تنفع الارب ام بتاعك لأن معدل ظهور الاعلان على فيديو ليك بيعلي من ظهور الارب ام وهوضح لك كل حاجة بتعلي الارب ام وهشرح لك بالزبط شكرا لجميع بالتوفيق جدا جدا ليكم وحبيت اوضح لكم كل حاجة في الكومنتات منتظرين تعليقاتكم وان شاء الله حنرد على كل التعليقات ونقدر نوفي مجهودكم علينا او نقدر نشكركم بالطريقة اللي تناسبكم شكرا شكرا